اشتركوا في القناة 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 وهو موجود في بيته في الحمل اللي هو اللي أساسا هو صاحبه وبدي يتراجع فيه وهو هذا إلو علاقة بالحمل إلو علاقة بالجيوش والعلاقة بالقدرة العسكرية وقرارات سياسية وإلى ما لنهاية والمريخ إلو علاقة بالنار وبالحرب والأمور هاي يعني برضو نفس الإشي بدي يتراجع في بيته وفي نفس اللحظة رح يرجع يشكل الزوايا الخطرة اللي موجودة أساسا كلها بالجدي مع بلوتو مع المشتري مع زحل وهاي التشكيلات رح تسبب وخصوصا اللي مع بلوتو تحديدا هي اللي رح تكون الأخطر المشتري إلها علاقة بالاقتصاد زحل إلو بالأحداث المفاجئة ولكن مع بلوتو إلو علاقة بأشياء عنيفة وأشياء مفاجئة وصادمة على كل المستويات وصلت المعلومة طيب خلينا نبدأ الآن توقعاتنا مع برج الدلو طبعا أول إشي بنا نحكي بنا نحكي عن الشمس الشمس اللي موجود في البيت الثامن يعني مش بيت قوي بالنسبة لإلكم ولكن بعطيكم فرص ممتازة على مستوى الأمور المالية المشتركة فأمور إلها علاقة بحلول لبعض الضغوطات المالية أو إيجاد حل بعض الديون أو الالتزامات صحيح أنه بتكثر فيها الأعباء والدفعات والالتزامات بالفترة هاي أو الضغوطات المالية في منكم ممكن يحصل على قرض أو يهتم ببعض المسائل المالية لإلها علاقة ببنك ضريبة تأمين أو حتى بأمور إلها علاقة بميراث أو أمور إلها علاقة بنفقة فبعضكم رح يهتم ببعض المسائل المالية وبعضكم رح يهتم بأمور إلها علاقة بالغيبيات أكثر وفي منك رح يهتم بمسائل إلها علاقة إما بصحته أو بصحة أحد الأحبة عطارد كان موجود في البيت الثامن الآن خلال الأسبوع زي ما حكينا بده ينتقل ورح يروح لبيتك التاسع فعشان هيك الفترة هاي رح تنحل مسائل كانت عالقة بالفترة الماضية إلها علاقة بالسفر أو إلها علاقة بالأجانب أو إلها علاقة بدولة أخرى أو إلها علاقة بالاستراد والتصدير إلها مثلا بالمحاكم بالقضايا الفترة هاي بتعطيك قدرة عطارد بعزز هاي النقاط بشكل قوي وبيدعمك بشكل قوي حتى على مستوى أمور امتحانات دراسة تغيير تخصص مثلا كل هاي الأشياء بتدعمك بشكل قوي بالفترة هاي وعطارد رح يعزز الفكر هذا عندك بشكل كثير ورح يعطيك فرص بتنقلات وحوارات يعني بتكون ملفت للنظر في هاي الفترة أما بالنسبة للزهرة الزهرة طبعا موجودة في البيت السادس لإلك وبدأت تنتقل على البيت السابع فهي كانت شوي تعزز نقاط إلها علاقة بالصحة والعمل الآن بدأت تنتقل على بيت الشراكي وهي شوي بتخفف من وطئة الأمور أو ضغط الأمور وخصوصا بتعاملك مع الشريك شريك المال أو شريك العاطفي أو شراكي جديدة أو حل مسألة إلها علاقة بالقضاء أو حتى أمور إنهاء خلاف أو مصالحة ما بينك وبين الزوج أو الزوجي يعني بعزز هذه النقاط وبرضو في أشخاص من وليد برج الدلو ممكن يرتبطوا أو يتزوجوا أو أمور إلها علاقة توصل لمرحلة الزواج في الفترة القادمة أما بالنسبة للمريخ طبعا المريخ في البيت الثالث والبيت الثالث إلو علاقة بالاتصالات والحوارات والنقاشات وإلو علاقة بالامتحانات والسيارات والتلفونات فعشان هيك بتلاقي إنه كانت الفترة الماضية العصبية والحدية والقرارات المتسرعة إشوي جراءتك للزيادة هاي المشاكل اللي أجدك من ألفاظك أو من توجيه الانتقادات أو القرارات كان سببها المريخ والآن المريخ بده يتراجع فهذا رح يسبب لك ضغط أكبر على هاي الأمور فعشان هيك بدك تكون حذر وتكون تراقب حالك تضبط أعصابك قدر الإمكان وما تتدخل في أشياء ما بتعنيك الفترة هاي برضو ممكن تدخل نوع من أنواع الخلافات ما بينك وبين أحد الإخوة أو أحد الجيران أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب طبعا الجدي فعشان هيك الثلاث كواكب اللي موجودة أثرت بشكل سلبي إنها عطلت أمور لغت مواضيع جابت لك أشياء صعبة بالفترة الماضية فعشان هيك هاي الوضع مستمر فبدك تحذر من مجازفات ومغامرات دخول أماكن مشبوهة برضو بدك تنتبه للتقلبات الصحية اللي بتصير تنتبه لعملك إنجاز أعمالك بلاش مشاكل على مستوى العمل كمان حاول إنك تنهي أي خلاف العلاقة بالعمل أما بالنسبة لنبتون نبتون في البيت الثاني وهو اللي مقلقك أكثر إشي على المستوى المالي والمصريف والدفعات والالتزامات وبيجيب لك توترات وتقلبات وبيجيب مصريف من تحت الأرض لإلك وبرضو في نفس اللحظة بيخليك في لحظات تتفشش أو يعني نوع من أنواع إنك أنت تتجه لصرف الفلوس عشان تخرج من الضغط النفس اللي أنت موجود فيه زي اللي بروح على التسوق والمشتريات والشغلات اللي زي هيك وهو مش بحاجتها فحاولوا تقللوا من مصاريفكم قدر الإمكان أما بالنسبة إلى أورانوس اللي موجود في البيت الرابع واللي هو جاب خلافات ونقاشات وحوارات وجاب مشاكل على مستوى البيت والعيلة وجاب ضغطات جاب أشياء يعني كانت سلبية على مستوى العقار أو تسليم عقار مثلا أو أعمال أو إنهاء بعض الأعمال اللي إلها علاقة بمكاتب أو محال بتعود لك خلافات على مستوى الإخوة على مستوى العيلة هاي كلها من أورانوس طبعا في ناس ما حسوا فيها بشكل سلبي في ناس عطاتهم مياها إيجابية ولكنهم قلة قليلة من موليد برج الدلو خلينا نروح على التوقعات الأسبوعية ونشوف تأثيرات القمر مع تأثيرات الكواكب إيش يعني بدها تكمل هاي مع هاي وشو أهم الأحداث اللي ممكن تصير معك خلال هذا الأسبوع من مساء اليوم الخميس القمر في الحمل حتى صباح يوم الأحد ابتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح هاي فترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات ممكن تنجح في طرح موضوع حساس وتقدم على عمل مهم يلفت الأنظار والإعجاب من صباح يوم الأحد القمر بصير في الثور وحتى مساء يوم الثلاثاء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية ممكن تنشغل بمسائل لا إلها علاقة بالعائلة أهمش أنك ما تترك أحد يحبط طموحاتك أو يتدخل في شؤونك حاذر من الخلافات وما تضخم الأمور ابتبدو في الفترة هاي مرها في الحس ومتوتر بسبب قلق ما الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع السفر أو مواضيع الهالاقة بالسفر وبرضو أمور له علاقة بارتباط وفي بعضك رح يهتم بأمور الهالاقة بالصحة من مساء يوم الثلاثاء القمر بصير في الجوزاء وحتى صباح يوم الجمعة ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا بتكثر التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا تصبح الأجواء أكثر سهولة ممكن تظهر هاي الفترة لقاءات طارئة مع الإخوة قدم لهم المساعدة والدعم اللازم فترة ناجحة ومطمئنة من صباح يوم الجمعة القمر بصير موجود بالسرطان وحتى عصر يوم الأحد بيتراكم العمل عندكم حاولوا إنجاز ما بغسعكم دون إهمال صحتكم ما تدخلوا في مواجهة مع الزملاء حاذر من تراجع صحي بالفترة هاي غير أولوئياتك إذا دعت الحاجة ما تعاند باكر لعملك تفادي لأي تأخير في العمل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد من لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر